طيب عشان نفهم أكتر أنا والأخ المواطن لو افترضنا أن أنا علي فوايد وغرامات مثلاً 100 ألف وأسدد منهم 65 ألف بس 65 دول هسددهم لحد مارس 23 طيب خلينا أعضح المثال أكتر نتخيل مثلاً أن الممول عليه مليون جنيه أصل ضريبة المليون دول نتيجة أنه ما سددهمش في المواعيد المحددة ترتب عليهم فوايد 500 ألف ماشي تمام أنا بقول للممول سدد المليون جنيه قبل 31.8 ده كده أول حاجة تمام وأنا هتجاوز لك عن 65% من 500 ألف حلوة أول تمام كده بشرط أن الباقي 65% لو هو 35% الباقيين يتفعهم على 6 شهور نهايتهم 1.3.23 كويس جداً ده بالنسبة للضريبة الإضافية فيه بقى بالنسبة لضريبة الدخل فيه ميزة تانية اللي هو قانون 16-26-20 إن إحنا هنعمله تجاوز 30% كمان يعني إيه؟ يعني لو نتخيل إن الممول عليه مليون جنيه وعليه فوائد تأخير 500 ألف هتجاوز له الأول عن 30% من الـ 500 ألف ماشي تمام كده؟ والمبلغ الباقي هتجاوز له عن 65% كمان يعني هتدي له 30% هيدفع 5% من الغرامة آه هيدفع 35% من الباقي يعني إيه؟ يعني مثلاً فوائد التأخير 500 ألف هتجاوز عن 30% ماشي يبقى 30% مية وخمسين هيبقى كم؟ هيبقى 350 ألف هتجاوز 65% من الثلاثمية وخمسين ألف حلو تمام؟ هيبقى رقم هو ده اللي هيتسدد خلال 6 شهور ده بالنسبة لفوائد التأخير تمام ده حلو طيب أنا دايماً بسمع إنه مصلحة الضرائب مثلاً على سبيل مثال لما بتيجي تأخذ إجراءات بالشكل ده اللي فيها تيسير على الناس بتبقى عاملة زي دراسة وتقول والله نتيجة الدراسة دي يبقى معدل التحصيل بتاعي هيزيد بالمعدل الفلاني بالنسبة الفلانية إجمالي المبلغ المحصلة كانت قبل كده كذا مع القانون الجديد ممكن توصل لكذا أكيد عملته ده هو الحقيقة الدراسات المرتبطة بعملية التحصيل بتبقى نتيجها مختلفة على حسب سداد الممول لأصل الضريبة المستحقة عليه وإحنا إن شاء الله في مرحلة بإذن الله تعالى في نهاية تطبيق قانون التجاوز فإن شاء الله بإذن الله تعالى هنبدأ نعلن قيمة المبالغ المحصلة من المديونية المستحقة على الممولين وقيمة التجاوز اللي تم خلال الفترة بإذن الله تعالى في نهايتها يوم الأربع اللي جاي إن شاء الله طيب حلو جداً أنا هروح لفاصل وهرجع بعد الفاصل بالسؤال الأشهر عند أي مواطن اللي هو في حالة الدرائب الممول يا جماعة ما بيدلناش فرصة ولو كانوا بس فتحونا المساحة شوية وأصلحنا لما بنروح بنلاقي الأمور معقدة جداً في حين إنه دكتور محسن الجيار هو مدير خدمة الممولين بمصلحة الدرائب إذن هو أكتر حد ممكن يجاوبنا على هذا التساؤل من المواطنين إن كان تساؤلاً أو ادعاءاً مش هنقول باطلاً ساعات المواطن بيقولها وهو خايف ولسا ما جربش بس وام قال لا ترجمة نانسي قنقر